في طرطوس تواصل الحملة الوطنية لدعم جرح الجيش العربي السوري جولاتها الميدانية وفي صافيطة توقفت الحملة لتكريم أسر جرح الجيش من أبناء المنطقة قامت الحملة الوطنية لدعم جرح الجيش العربي السوري في طرطوس بتكريم 160 أسرة جريح في المركز الثقافي العربي في صافيطة ببادرة مميزة من أحد المغتربين السوريين الذي لم ينسى واجبه تجاه وطنه يوما نحن اليوم بالحملة الوطنية لدعم جرح الجيش العربي السوري في طرطوس امنا فعليه بمكة الصافيطة الثقافي لتكريم جرحة بمدينة صافيطة حاولنا نغطي أكثر عدد منكم مننا ومنقلنا أن مران كريم لجرحة صافيطة كلاتنا جرحة سورية كلاتنا وعبالين عاد علينا بالخير والعافية نقوم الآن بتكريم هؤلاء الأخوة الجرحة الذين قدموا دماؤهم وعضاهم دفاعا عن كرامة وصون وحدود هذا وأمن هذا الوطن وهذه الخدمات ذات أشكال متعدي فهناك الخدمات المادية من الأخوة المتبرعين زويل أعمال الخيرة وهناك الخدمات تقدمها مدير الصحة لهؤلاء الأخوة الجرحة سوريا غالية ولكن تميتها الدموع وتحييها الدماء بوركت دماءكم يا من ستزلزلون الأرض تحت قدام الأعداء يا من ستجعلون لنا حصة في ضوء الشمس وستجعلون سوريا قامة نور في خارطة هذا العالم تخلل التكريم إلقاء العديد من الكلمات التي أكدت على وحدة الوطن وكرامته والإيمان بقدرة أبطال الجيش العربي السوري على تحقيق النصر القريب ومعنويات عالية تمتع بها الجرحى وأهاليهم نقلوها إلى جميع من حضر التكريم عندما أتماثل الشفاء سعود إلى أرض المعركة لمحاربة أولاد التكفيريين الإرهابين الذين قدموا كل أسطاع الأرض إن شاء الله يا رب يرجع الأمان لبلدنا تعيش كل هالشباب بخير وبسلامي وأطفالنا وشعبنا كل ياتوا بخير نحن فدى الوطن وفدى البلد كله وإن شاء الله منضل عالونا وإن شاء الله يشجرها ويرحم الشهداء جميعا قريبا جدا من يرجعها لعند رفقاتي ونحرك الأرض سوريا إذا الله رب هم مستعدنا دائما أن يقدموا أرواحهم ودماؤهم فداء للوطن فلم يردعهم أن يرادع ولم يقف بوجههم أن يرهاب إنهم أبطال الجيش العربي السوري لأخبار الدنيا الفضائية علي الكنج صافي طا